بسبب الجرائم الوحشية والعدوانية التي ارتكبتها إصابات الفانو نزح العديد من أبناء تيجراي من سكان المنطقة الغربية إلى عاصمة تيجراي مغلة وذلك من أجل النجاة بحياتهم والسيد دستا وزوجته السيدة سندو هم أيضا من النازحين الذين نزحوا من مدينة مايكادرا غرب تيجراي وذلك بسبب إجبار إصابات الفانو لترك مدينة مايكادرا أنا أتيت إلى مدينة ماقلة بسبب إصابات الفانو في مدينة مايكادرا عندما قالوا لنا الفانو أخرج من هذه المدينة لأن هذه المدينة ليست ببلادكم جمعونا وقالوا لنا أنكم أتيتم حفاة الأرجل والآن ستخرجون حفاة من مدينتنا عندما بدأ الناس بالهروب نحن لم نستطيع فعل ذلك وذلك بسبب حالة زوجي ولذا اختبأنا في منزل الأقارب لمدة أربعة أشهر كنا نخاف أن نشعل الضوء لكي لا يرونه لأنهم كانوا يسألون أين هي بيوت أبناء تيجراي وذلك لأنهم يريدون قتلنا ومن بعد مكوثنا لأربعة أشهر سمعنا بوجود طريقة للهروب ومن ثم هربنا إلى مدينة مغله ولم تنتهي معاناة السيد دستا هنا فحسب فالسيد دستا يعاني من الشلل لأعوام طويلة مما أدى به إلى جلوسه على كرسي متحرك بالإضافة إلى أنه مصاب بضغط الدم ومع هذا الحصار المفروض على شعب تيجراي الذي أدى لعدم توفر الأدوية الطبية هو لا يستطيع الآن تناول أدويته الطبية بانتظام عندما أدخل إلى الحمام أنا أعاني فأنا أجلس على هذا الكرسي الذي ترونه لا أقدر على التحرك بكثرة وهذا الكرسي هو الشيء الوحيد الذي لم يأخذ منه الأعداء في الطريق وأنا مصاب بضغط الدم هذا ما قالوه للأطباء وبسبب الحصار الذي أدى لعدم توفر الأدوية لم أستطع تناول الأدوية بانتظام ولذا عيناية ألمانني ولا أستطيع تحريك لساني والكلام وأنا في وضع سيء عندما أتينا فقط أحضرنا هذا الكرسي معنا رجوتهم أن يسمحوا لي فقط بهذا الكرسي وهذا الكرسي هو مقعده وأيضا ما يستعمله لقضاء حاجته والمعاناة الحقيقية كانت عندما سألنا السيد دستا عن رسالته التي يريد إيصالها لإبنته في هذه السنة الجديدة التي تفرق عنها بسبب الحرب والتي نزحت إلى السودان فقال لنا التالي ولكن لم يستطع وصف شعوره إلا بالدموع عندما أتذكر ابنتي هي من فعلت لي الكثير فأنا لا أستطيع وصفها فهي كانت كل شيء لي أريد أن أقول لإبنتي في هذا العام الجديد إن شاء الله أن يكون عام خير وسلام وأن نتقابل في وقت قريب وأن نجتمع في منزلنا مرة أخرى كل عام وأنت بخير هذه هي معاناة النازحين فالسيد دستا هو أحد الأمثلة للعديد من النازحين الذين شهدوا العديد من الجرائم والذين يعانون من أزمات متعددة بسبب الحصار المفروض وأيضا الذين يعانون من الشوق لأهاليهم وأقربائهم الذين تفرقوا عنهم أثناء هروبهم من جرائم القوات الغازية ولذا على المجتمعات الدولية إدراك كل تلك المعاناة وإيجاد الحلول السريعة لهؤلاء النازحين